وأضاف مدبولي أن الفترة الأخيرة شهدت إجراءات من الدولة لتخفيف أثار الأزمة الاقتصادية العالمية وأشار إلى إضافة 450 ألف أسرة إلى برنامج تكافل وكرامة بإجمالي يصل إلى 4.1 مليون أسرة وبتكلفة تقدر بـ 22 مليار جنيه حالياً اللي بيستفيد من هذه المبادرة العظيمة مبادر التكافل وكرامة كنا في حدود الأربعة وواحد من عشرة مليون أسرة مصرية بتستفيد وأصبح البرنامج النهاردة تكلفة اللي موجودة النهاردة في الموازنة 22 مليار جنيه فإحنا بنتكلم على حزمة كاملة الدولة المصرية ضخاها ومحطوطة في الموازنة أكتر من 490 مليار جنيه من موازنتنا برامج دعم وحماية اجتماعية إنما الحقيقة يعني مع كل هذا العمل والجهد وأذكر حضراتكم وكل المواطنين إحنا في شهر إبريل لما حصل موضوع الأزمة والتضخم الكبير تدخلنا مجموعة من الإجراءات أذكر حضراتكم بيها زودنا المرتبات 3 شهر بدري والمعاشات أضفنا الـ 450 ألف أسرة لتكافل وكرامة ومجموعة من الإجراءات اللي اتعاملت فقط من 3 شهور ويمكن أرجعنا موضوع الكهرباء وعارفين وعملنا الحقيقة إجراءات كثيرة كلها هدفها إن إزاي نقف مع المواطن المحدود الداخل في هذه المرحلة الاستثنائية كدولة في حدود إمكانياتنا ومواردنا كدولة شكرا